aciones يارب تكونوا في الفيديو لنهاردة وهنتكلم كيف تكون انسان كأنه سوبر نكح الحياة هي مدارس والمدرسة فيها دروس فأنا اخترت الدرس الكاسبان كل المدرسة سأعلمك الآن ondrophs لكзы قون نكحة اه او تكوني سوبر نكحة القادرة للعلم использовать الكاسبانلمين للك تكوني انسانه سوبر نكحة اول حاجة عشان تكوني انسانة سوبر نجحة محتاجة يكون عندك الموتيفيشن او العزيمة او الاسرار من جواكي او زي ما بنسميها النار الجواكي ان انت تكوني عايزة انسانة تكوني انسانة نجحة فلو انت فعلا عندك الشعلة دي ان انت تكوني انسانة نجحة وتحقق احلام تكمل الفيديو ده للاخر اول حاجة محتاجة عشان تكوني انسانة سوبر نجحة ان يكون عندك الفاير او الشعلة الجواكي اللي بتشغلك او بتحفزك ان انت تكملي في طريق النجاح اول صفة محتاجة ان هي تكون عندك ان يكون عندك العزيمة الشعلة الجواكي اللي بتحسيها ان هي عايزة تحقق بها احلامك او توصلي للنجاح زي ما قولنا المدرسة فيها دروس كتيرة جدا فانتي لازم تكوني شطرة في اختيار الدرس المناسب لك عشان تنجح في كل مجالات حياتك فيه مثل عربي مشفور يقولك ان ليمالوش كبير بيعمله كبير انا جاء النهاردة اقولك انت مش محتاجة كبير انت محتاجة كدوة الكدوة يعني حد ناجح في مجال انت عندك شغف به او بتتمني تنجحي في المجال لها فاول حاجة لما يكون عندك الشعلة والنشاط والعزيمة ان انت تحقق احلامك اول حاجة لازم محتاجة تعمليها ان انت تتعاملي فالو او تتبع الناس النجحة في المجال اللي انت حبك تكملي فيه او تعملي البزنس بتاعت او تكملي فيه مجال حياتك سواء على الحياة العطفية سواء على الحياة العملية أو الاجتماعية يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو أنا شطراء أو لو أنا مثلا نفسي أعمل بيزنس فأشوف البيزنس اللي أنا نفسي أفتحه أو أكبر نفسي فيه أشوف مين أكتر واحد ناجح في المجال ده وأعمله فوله وأتابع الاستراتيجيات بتاعته وأعرف قصة حياته وإزاي هو ابتدأ من الصف لغاية ما كبر وصدقيني لما بيتتبع الناس دي بيوفروا عليك مجهود كبير جدا لأنهم بيساعدوك أن أنت تبتعدي أو تتلافي أن أنت تقرر الأخطاء اللي ممكن تحصلك فهما بيقولك على الدروس اللي حصلت لهم وتعلموا إيه وإيه الأخطاء اللي عملوها فأنت بالتالي بتستبعديها من مصار حياتك فأحنا عندنا الشعلة والعزيمة تابعنا الناس النجحة اللي نجحة في المجال اللي إحنا حابين فيه طيب لو أنا مثلا على سبيل المثال عايزة أنجح في علاقتي الزوجية أو علاقتي مع خطيبي أو مع إنسان أنا بحبه فأروح طبعا أعمل فولو للناس اللي بتتكلم على الحياة العاطفية والعلاقات وإزاي أتعامل مع زوجي أو حبيبي أو إزاي أكون إنسانة أنسة نجحة إزاي أكون زوجة نجحة إزاي أكون فتاة أحلام لكل رجل فأعمل سرش سواء على اليوتيوب أو على إنسانجرام فيه ناس كتير جدا بتتكلم على ريليشن شاب بتتكلم عن إزاي تكوني إمرأة نجحة في بيتك في حياتك الزوجية أعملي فولو للناس دي هيعلموك كتير جدا خاصة إن إحنا في الوطن العربي معند ناس ثقافة آآ التعامل ما بين الرجل والمرأة آآ أي نعم إحنا بنكبر بندخل المدرسة بنتخرج كل هدفنا إن إحنا نخلص الكلية عشان ناخد الشهادة اللي بنعينها في الدرج سواء اشتغلنا في المجال ده أو في الغالب ما بنشتغلش في نفس المجال اللي إحنا تخرجنا منه يعني إحنا قعدنا سنين طويلة جدا يا جماعة ندرس ونتعلم عشان ناخد شهادة معظم البنات أو معظم الناس مش بتشتغل بالشهادة دي أو حتى لو اشتغلت آآ سواء عندها باشون أو معندهاش باشون آآ مش ده القصة القصة إن هي الحياة مش مجال واحد الحياة مجالات إنتي عشان تبقي إنسانة سوبر نجحة لازم تنجحي في معظم مجالات حياتك أو يكون عندك مقسمة حياتك الحياة عطفية اجتماعية عملية علمية واتفر آآ أنت مقسمة حياتك إزاي آآ لازم تدرسي لكل مجال من مجالات الحياة لازم سواء الحياة العطفية لازم تدرسيها إزاي بأشطرة كزوجة في حياتك العملية إزاي بأشطرة في البزنس بتاعي أو في الشغل بتاعي أقراو א restoration كتير إزاي أنا ين Regentha في العلاقات والعلاقات الاجتماعية إزاي عرف أتكلم مع الناس إزاي عرف أتعلم مع الناس إزاي كتب pytanie على التعرف واتعامل مع الناس إزاي اتفادى الناس الوحشة وازاي اقرب مني الناس الحلوة ازاي استفادى من الناس دي وازاي اتفادى الناس دي فانت لازم يكون عندك الذكاء والبديحة ان انت بتعرف تختاري مين اللي يقرب من السيركل القريبة منك ومين اللي بتبعديه عن حياتك فانت بتعملي فولو للناس اللي انت حاسة ان هي هتدفعك او تزقك لطريق النجاح في المجال اللي انت حابة تكملي فيه فانت لو عايزة تكون شخصية نجحة فطبيعي ان انت توحي تعملي فولو وتقتضي بالناجحين عشان انت تبقي نجحة زي الناس دي هيساعدوا وقي ان انت تزودي من الشعلة لجواك ومن العزيمة والاسرار لما بتقري قصة حياة الناجحين هتلاقي معظمهم ان هم ابتدوا فعلا من حياة صعبة جدا ابتدوا من الصف لغاية ما وصلوا لفوق فهتلاقي وانت في مصار حياتك لو قابلتك اي مشكلة او اي مصيبة او اي عقبة وقفت في طريقك هتعرف ان دي حاجة طبيعية جدا اللي نجحوا ووصلوا قابليك اتعرضوا للمشاكل دي اي نعم هم سعدوك النتي تتفادي مشاكل كتير او اخطاء كتيرة انت ممكن تعمليها بس طبيعي ان هتلاقي فيه مصار حياتك او مصار لطريق النجاح احنا قلنا قبل كده اتكلمنا عن الفيديو ازاي احول الفشل لنجاح وان هو الفشل هو سلالم النجاح فطبيعي جدا فيه مسير حياتك فيه مسيرة حياتك هيقابلك مشاكل هيقابلك عقبات طيب لما بتشوفي الناس دي ان هم اتعرضوا لمصايب كبيرة في حياتهم وازاي كملوا وازاي كان الاسرار والشعلة اللي جواهم كانت فايري جدا ان خلتهم تكملوا لغاية ما يوصلوا له الهدف بتاعهم ويوصلوا النجاح انت كمان لما بتشوفي الناس دي ان هم مروا بالمرحلة دي هتحس ان اي مشكلة بتقابلك في الحياة ان دي طبيعي وان ده جزء من يعني جزء من البروسيس بتاع النجاح فانت هتعرفي تتفادي او ان انت ما حصل لكش او تقعي في دائرة الاكتئاب او الاحباط بصفة عامة او الكسل فالناس دي هتدفعك للامام هتزود الشعلة لجواكي وتساعدك ان انت توصالي لطريق النجاح انا اول ما ابتديت طريقي بصراحة كان حياتي كنت ميكتش سهلة كانت حياتي صعبة خاصة ان انا جيت من بيت اهل ما كنتش مرتاحة في نفسيا اه اخدت قرار جريء اللي انا انفصل وابدأ اعيش حياتي لوحدي وكنت اتكلمت في الموضوع ده في الفيديو عن الاستقلال بالنفس في ظل المجتمع شارئي حطوا الكل لينك الفيديو في ديسكريبشن بوكس تفرجوا عليه لو انتو حابين تعرفوا ازاي انا استقلت بنفسي في ظل المجتمع كان شارئي منغلق علي جدا فكنت شافة ان دي اول استيب انا محتاجة اعملها عشان اقدر ابدأ احقق اهدافي واحلامي خاصة ان انا كنت حاسة ان انا متزلزلة وكان علي كيوت كتيرة جدا مش عارفة اتحرك فكان دي اول خطوة انا عملتها تاي خطوة ان انا كان طبيعيا ان انا عندي العزيمة والفاير والاسرار اللي جواي ان انا عايزة احقق اهدافي ان انا عايزة بقى انسانة نكحة ان انا عايزة بقى انسانة مشهورة ان انا يكون معي فلوس كتيرة جدا في البنك انا ابتديت طبعا اول ما استقلت بنفسي كان معي جزء شوية فلوس محوشاهم عشان طبعا يعملوا لي وطبعا ما استقلتش كده كنت عاملة خطة للموضوع ده وتفرجوا على الفيديو وبدأت اسرف تاتة تاتة كلا واحدة واحدة لغاية ما بدأت اعمل المشروع الخاص بتاعي بدأت اشتغل آآ كنت باشتغل شفت آآ عدد ساعات آآ طويلة وكنت ما عمل شغل خاص بيا كنت ما عمل شغل هند بيت وكنت بقى بيا حاجات وكلمت عن الحاجات دي برضو في الفيديوهات في سلسلة درتشة بنات اتمنى ان انتم تتفرجوا على الفيديوهات درتشة بنات كلها هتفيدكو جدا يا جماعة آآ وهتساعدكو ان انتو آآ يعني تحطوكو على الطريق الصح اي نعم انا بتكلم بصفة عامة وبخصص عن طريق تجربتي بس انا متأكدة جدا ان السلسلة درتشة بنات هتفيدكو جدا تتفرجوا على الفيديوهات بعد ما تخلصوا الفيديو ده فاول ما استقلت من نفسي بدأت اعمل روتين لنفسي صحي آآ قوي بدأت اشوف انك حين بيعملوا ايه بيصحوا بدأت اصحى بدر بيعملوا ايه تاني بيقولوا كتب كتير جدا فبداقت اقرب كتب كتيرة جدا بيعملوا ايه تاني بيلعبوا ارياضة بينشطوا عقلهم فبدأت الام رياضة بيعملوا ايه تاني بيعملوا بيشتغلوا آآ عدد ساعت كتيرة فاول حياتهم وده طبيعي جدا ان انت في اول حياتك تتشتغل خاصة ان ان انت لما بتبقى لسه شابة في اول العشرياية بيبقى عندك طاقة ونرجي كان فيه مثل كلا سماعته من حد انا اعرفه ان يقول لك الشباب طاقة والعجز فلوس فانت طاقتك دي استغليها صح عشان وانت في شبابك يكون معك فلوس فاستغلي الاتنين يكون عندك طاقة وعندك فلوس تقدري تستمتعي بشبابك وحياتك فاشتغلي اول ما تقدري يعني لو انت في العشينات متابعيني او في التلاتينات او الارباعينات تقدري تبدأي من لحظة دي دلوقتي الحقيقي فيها احلامك وده بانسانة سوبر ناقة فبدأت ان انا اشوف انا مهتمية بمجال مثلا معين الهند ميد او مهتمية بمجال في المجال بتاعي انا دكتورة بيترية فبدأت اعمل فولو للناس دي سواء على الانستجرام او على اليوتيوب وخاصة اليوتيوب يا جماعة اليوتيوب دي مدرسة يعني عظيمة كبيرة جدا فور في يعني استغلوا اليوتيوب انا دلوقتي يعني انا اليوتيوب هو التلفزيون بتاعي انا معرفش التلفزيون مش بتابعة التلفزيون قد كده حتى لو فتحتي التلفزيون بتفرج على حاجات معينة تعملي وتديني كده الهام فاليوتيوب استغلوا لانه اليوتيوب ده يعتبر مدرسة وفيه كل الدروس تعودوا بقى تنقوا الدرس المناسب لكم بتتعلموا حاجات كتير جدا انا اتعلمت التجارة الالكترونية من على اليوتيوب اعملت فول الواحد معين اعلمني كل حاجة عن التجارة الالكترونية فور فري انت كمان تقدري تتعلمي في مجال بكل يوم على الاقل تخصصي النص ساعة لساعة تتعلمي في المجال اللي انت ناوية تكملي فيه وحابة تكبري فيه عشان توصلي للنجاح فالتالت حاجة انت محتاجة تعمليها ان انت تطوري من نفسك بشكل مستمر اعرف ان انت سواء في العشرين او في التلاتين او الاربعين او الخمسين او الستين او السبعين انت في اي مرحلة عمرية هتعرفي ان انت هتفضلي تتعلمي وتقري وتتثقفي لغاية اخر يوم في الحياة لازم تحب القراية لازم تحب ان انت تكوني انسانة مثقفة لازم تبقي ابداد لازم تكوني يعني حتى لو انت ما عندي كيش باشن باي حاجة بس من انت تقري وتتثقفي المخ ده يعني عضلة فانت بتمرنيها زي اي عضلة في جسمك عشان تقوى فانت عقلك كل يوم الصبح اتمرني شوية اتمشي شوية اقري شوية اقري في الجنان اقري في كتاب اروح اشتري الكتب اقري الكتب سماعية البودكاست ده حاجة جميلة جدا جدا يعني ده مدرسة سماعية مهولة تقدر تعملي لأي بودكاست يعملك الهام ويديك الانسباريشن ويديك الموتيفيشن ويشجعك ويزقت للنجاح فيديو النهاردة عشان تبقي انسانة سوبر نجحة لازم يكون عندك الشعلة جواكي يكون عندك الكدوة الصحة وتختاري كدوتك في الحياة ثالث حاجة اللي انت محتاجة تطوري نفسك كل يوم لغاية اخر يوم في الحياة فخلينا نتخيل كده في الحياة لغطفية انا عاملة فولو لوحدة بتتكلم عن العلاقات مثلا انا من الناس اللي انا بحباها جدا سوزي ظهار وفديتني جدا في العلاقات ان ازاي اتعامل مع زوجي او ازاي يكون انسانة ذكية في التعامل مع الجنس الاخر او الناس اللي حوالي بصفة عامة اه فروح اقتضيت رحت اقتضيت بيها اه اه في الحياة الصحية والاكل الصحي والنوتريشن رحت عملت فولو لدكتور كريم علي في قناته على اليوتيوب استفدت منه حاجات كتير جدا غير ان هو زوج الشعلة بتاعتي ان انا انسانة بحب النجاح وبحب النشاط وبحب اكون ذات قيمة هو كمان طريقة كلامه وطريقة الموتيفيشن هو بيديها في بيقولها على اليوتيوب قناته باليوتيوب بصراحة شجعتني كتير جدا في مجالي سواء انا طبيبة بيتارية رحت اقتضيت رحت وشفت مين اشتر دكتور في المجال بتاعي وروحت اتدربت على ايده تحت ايده كده في المستشفى بتاعته مستشفى كانت كبيرة جدا كان بيجي فيها مشاهير وحببني في المجال وحسسني ان انا كوني طبيبة بيتارية انسانة ذات قيمة كبيرة جدا وحببني في مجالي وحسيت ان انا كنت بتطلع له انا لما بتخيل كده عايزة نجح في مجالي بتخيله هو فاتخيله كده بصفة عامة يا جماعة لو انت استمت حياتك لاربع مجالات وروحتك تضيتي انت عندك الشعلة او النجاح والعزيمة ان انت تنجح في مجالات حقيقتك كلها عشان تبقي انسانة سوبر نجحة ففي حياتك العاطفية رح تدورتي من اكتر واحد لان طبعا يعني انتو بتاخدوش مني انتو بتشوف الانسان اللي يناسبكو وانتو حاسين كميوتكو ماشي معايا لان مش اي حد هتبقوا على اليوتيوب او على البودكاست او في في الحياة بصفة عامة هتحسوا ان انتو مرتاح له لازم تشوفوا الشخص اللي فعلا ان انتو حاسين كميوتكو ماشي معايا وحاسة ان هو ده اه اللي فعلا اقدر اقتضي به واتعلم منه مش اي حد ممكن في المجال الواحد تلاقي كزا حد ناجح في المجال ده بس بتختاري حد معين انت حسيت ان انت ارتحتي مع الشخص ده فتخالي في الحياة العاطفية انت رحتي تبعتي حد معين علمك وثقافك في الحياة العلمية اه تعلمتي من مديرك تعلمتي من حد اه في الجامعة عندك اتعلمتي من حد مشهور في المجال بتاعك والحياة الاجتماعية اتعلمتي من شخص معايد فهتكوني في جميع مجالات حياتك انسانة ناجحة واستمرارية ايه التعليم والتصقيف والقراية وان ان انت بتطوري من نفسك فهتوصلي لمراحل القمة في كل مجالات الخياة وده اللي احنا عايزينه عشان نوصل ونبقى سوبر ناجحة اكتبوا ليه في الكومنتات ايه رأيكم حلقة النهاردة ولو حاسين الفيديو فعلا مفيد لكم جدا اتمنى ان انتو تشايروا الفيديو لكل اصحابكم البنات عشان كلنا نستفيد من بعض ونساعد بعض اعرفوا ان المرأة الناجحة هي اللي بتطلع لفوق وتاخد ناس معاها بتطلعهم لكمة معاها يعني لو انت شغال على نفسك لازم تخصصي 10% او 5% من وقتك لمساعدة الاخرين فانتو لو شايفين الفيديو ده فعلا مفيد ليكم شايرول اصحابكم البنات عشان هما كمان يستفيدوا ويرتقوا بنفسهم وينجحوا ويبقوا انسان سوبر ناجحة ولو عندكم اي اراء او اي استفسارات او حابين تتكلموا معايا ويتردشوا معايا اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم او تبعتولي على الانستجرام رسالة وانا دايما برد على البنات الحلوين اللي ببعتولي اسئلة على الانستجرام ويعملوا لي فولو وطبع وحياتي الصحية بنزل دايما استوريهات كتيرة جدا على الانستجرام انا بعمل ايه على مدار يومي سواء الصبح سواء الضهر سواء بالليل وازاي بتتبع لايف ستايل حياة صحية جاب لي البهجة والسعادة وانا انا حسيت ان انا انسانة نجحة وانا انا انسانة لما بتحس ان انت انسانة نجحة بتحبي تستعدي اللي حواليك واتخليهم كمان هما يسعدوا معيك ويبقوا نجحين حواليك لان الانسان الناجح مش بيحب يكون قصة حواليه ناس ملهاش معنى او مش حاب اقول لناس فشلة بس لازم الانسان الناجح يحاولوا نفسه بنات نجحين فانا حابة جمهوري حابة متابعيني حابة بنات الحلوين اللي متابعيني يكونوا نجحين في حياتهم ويتابعوا الاستراتيجيات اللي انا بقولها او في فيديوهات دردشة بنات كلها دايما بقول لكم نصايح يا جماعة زهبية 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 لازم تسمعوها وتكتبوها وتمرسوها انا لو تعلمت او سمعت حاجة فيديو بافضل اسمعه كذا مرة كذا مرة عشان اتعلم والمعلومة تلزق في المالي فاتفرجي هالفيديو مرة واثنين وثلاثة عشان تستوعب كل الكلمة انا بقولها ولو في حاجة مش استفدت منها او حسن انت مش فهماها اكتبيلي وانا هرد عليك او بعتلي رسالة على الانستجرام وانا هرد عليك ممكن نتنقش ولو حابين تتكلموا معايا فيديو كول وان توان انا هسايب الانستجرام تقدروا تحجزوا معايا سيشن فيديو كول ونتكلم مدردش مع بعض ونحط لك برنامج صحي لايف ستايل ناجح لحياتك الشخصية او العملية او الاجتماعية اتمنى فيديو مرة يكون مفيد بالنسبة لكم واشوفكم في جديد باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة